نتنقل الموضوع التالي Adding vector using unit vectors أو جمع المتجهات باستخدام unit vectors محصلة جمع المتجهين A زائد B بينتج متجه ثالث بنور مظلول رمز R أو C as you want زي ما تحب بكتب المتجه الأول AXI زائد AYJ المركبات بتاعته زائد المتجه الثاني BXI زائد BYJ ثم بعد ذلك بجمع AX مع BX والAY مع BY بينتج لمتجه ثالث R بيساوي RXI زائد RYJ RX بتساوي حاصل جمع AX زائد BX مركبات المتجهين في الاتجاه X والRY اللي بتساوي AY زائد BY لو طلب مني اللي أوجد المجنيتود of the resultant defector متجه المحصلة اللي هو قيمة الر باستخدم قانون المجنيتود الرX تربيع زائد الرY تربيع لو طلب مني أوجد زاوية المتجه أنا كأني بتعمل مع متجه ثالث تيتا هتساوي 10-1 الRY بي الRX 3-dimension extension زي ما شرحنا في الأول قلنا المتجه ممكن يكون في اتجاه واحد أو في 2-dimension اللي احنا بنسميه المستوى أو في 3-dimension space يعني ممكن المتجه يكون في الفراغ ولما يكون المتجه في الفراغ هيكون له كمركبة ثلاث مركبات X و Y و Z يبقى AXI زائد AYJ زائد AZK للمتجه الأول في الفراغ المتجه الثاني BXI زائد BYJ زائد BZK بنفس الطريقة بجمع مركبات المتجه المتجهين في اتجاه ال X إذن AX زائد BXI AY زائد DYJ AZ زائد DZK بينتج لمتجه ثالث مركباته R X و R Y و R Z بنفس الطريقة ممكن أحسب قيمة المتجه الثالث المجنيتود في R اللي هو ناتج من حاصل الجمع الجزر التربيعي باستخدم قانون المجنيتود أو القيمة المطلقة R X تربيع زائد R Y تربيع زائد R Z تربيع إنما بالنسبة للزاوية هنا المتجه ليس له زاوية واحدة لكن في الحقيقة له ثلاث زاوية زاوية مع X وزاوية مع محور Y وزاوية مع محور Z وده غير مطلوب منكم في المرحلة دي لكن مجرد إنك تعرف لو عاوز أحسب زاوية المتجه وليكن مع محور X يبقى ثلاثة تساوي قصين مينس 1 R X باي R لو عاوز أحسب زاوية المتجه ما Y يبقى ثلاثة تساوي قصين مينس 1 R Y باي R وهكذا الفلاش ده بيوضح لي جمع متجهين باستخدام مركبة لو نظرنا المتجه الأول أعيد لكم الفلاش تاني المتجه الأول هو A قيمة A X 7 وال A Y 4 المتجه بي قيمة B X 5 وال B Y 14 لو جمعنا يتنين مع بعض هننتج لمتجه تالي C هنلاقي قيمة المتجه C X 12 اللي هو حاصل جمع A X وال B X وال C Y 18 اللي هو حاصل جمع A Y زائد B Y هنكمل كلامنا على المتجهات بعض الكوزات اللي ممكن تجيلي If A plus B equals zero The corresponding components of the vectors A and B must be ولي لو حاصل جمع المتجهين A زائد B بيساوي 0 مفروض مركبات المتجهين هل equal متساويين positive لهم نفس الإشارة هم جابين يعني المركبات لتنين negative ولا of opposite sign طبعا عشان يكون ناتج جمع المتجهين يساوي 0 لازم يكون إشارات المركبات متعكسين طبعا الإجابة الصحية D quick quiz for which of the following vector is the magnitude of the vector equal to one of the components of the vector أي من المتجهات التالية قيمة المتجه تساوي إحدى مركباته طبعا عشان أختار الكويز أو أختار الإجابة الصح لازم أعرف أحسب قيمة كل متجه لو حسبت قيمة المتجه إيه هل الناتج هيساوي إحدى المركبات يعني لو حسبت الـ AX تربية أربعة زائد خمسة وعشرين هيساوي الجزر تسعة وعشرين هل الجزر تسعة وعشرين بيساوي اتنين أو خمسة طبعا لا طيب أحسب قيمة المتجه بي الجزر التربيعي لهم ركبة واحدة يبقى جزر التربيعي لتسعة تلاتة طبعا التلاتة لا تساوي الجزر تلاتة أحسب قيمة المتجه C الجزر التربيعي خمسة وعشرين يطلع الناتج خمسة طبعا الإجابة الصحة هو المتجه C قيمة المتجه بتساوي إحدى مركبات هننتقل بعد كده للـ Vector's Multiplication أو ضرب المتجهات عندها نوعين من ضرب المتجهات Scalar Product of Two Vectors اللي هو الضرب القياسي اللي هنتكلم عنه الأول برمز للضرب القياسي بعلامة الضط يبقى أقول A ضط B وهي زي النقطة بس النقطة كبيرة شوية في طريقتين للضرب القياسي قيمة A ضط B بساوي قيمة المتجه A في قيمة المتجه B في قصاين الزاوية بين المتجهين كما هو موضح بالرسم حيث theta هي الـ Angle Between A and B يبقى في طريقة لضرب القياسي باستخدام المجنيتيود وفي طريقة باستخدام الـ Component أو المركبات زي ما نشرحها في الجزء اللي جاي طبعا حاصل الضرب القياسي بينتج لي كمية قياسية الضط Product of Unite Vector لـ Scalar Product له اسم تاني بنسميه الضط Product من خصائص الضرب القياسي المتجهات الوحدة إن الـ I ضط I بيساوي جي ضط جي يساوي الكي ضط كي كله ده يساوي الواحد إنما الـ I ضط جي أو الـ I ضط كي أو الـ G ضط كي أو العكس ينتج الناتج صفر يعني الـ K ضط جي بيضو صفر الـ K ضط I صفر الـ G ضط I صفر يبقى إذا تشابه الـ Unit Vectors بينتج الناتج واحد إذا اختلفوا بيكون الناتج صفر في الضرب القياسي بنستخدم القواعد دي ونطبقها في عملية الضرب القياسي لو عندي متجهين المتجه الأول AXI زائد AYJ زائد AZK والمتجه الثاني الـ BB يساوي BXI زائد BY J زائد BZ K وقال لي أوجد A ضط طبعا علامة الضط هنا مش موجودة A ضط B بيكون الناتج AX في الـ BX زائد AY في الـ BY زائد AZ في الـ BZ النتيجة دي جات منين هقول لك واحدة واحدة معي هنضرب الحد الأول في كسيرة الحدود اللي هي المتجه B لما ضرب AX ضط AXI ضط BXI الـ I ضط I قلنا يبين ناتج بكام وواحد يتبقى AX في الـ BX لما ضرب AXI في الـ BY J هيكون الناتج صفر لأن I ضط J صفر AXI ضط BZ K هيكون الناتج صفر وهكذا هناخد الحد الثاني يبقى يتبقى لفقط لما ضرب الحد الثاني في كل المتجه B AY في الـ BY وهكذا AZ في الـ BZ يبقى حاصل الضرب القياسي باستخدام المركبات أو الـ Component للمتجهين AX BX زائد AY BY زائد AZ BZ